الرواية الثانية عزائي في كتاب معجم الاحاديث المعتبرة هوي لطيفة هاي الرواية معجم الاحاديث المعتبرة والرواية اذا على مباني السيد الخوي ما هي ها صحيحة لهم وتذكرون قلنا ان العلامة ااصف المحسني على مباني السيد الخوي يصحح الروايات خلي ذهنة كم الرواية هوي لطيفة المجلد الثامن صفحة 477 والرواية موجودة في الفقه من لا يحضره الفقه الرواية هذه عن ابي جعفر الباكر اقرح كل الرواية لانه فيها لطائف وعجائب قال ان شريحا القاضي بينما هو في محل القضاء اذ اتته امرأة فقالت ايها القاضي اقضي بيني وبين خصمي فقال لها ومن خصمكي قالت انت منو لشريح القاضي قال افرجوا لها فافرجوا لها فدخلت فقال لها ما ظلامتكي قالت ان لي ما للرجال وما للنساء مو خنثة وانما هي جامعة شنو ها ما للرجال وما للنساء هذا بحث في الخنثة انه يوجد احنا عندنا قسم ثالث غير الذكر والانثى والخنثى او لا ان الخنثى في الواقع اما ذكر واما انثى ما الواضح او لا قال شريح فان امير المؤمنين يعني علي ابن ابي طالب يقضي باعج يقضي على المبال انظري بانه انظري بانه مبالك من اين من العضو الذكري او العضو الانثوي قالت فاني ابول بهما جميعا ويسكنان معا ينقطعان ويجريان معا قال الشريح والله ما سمعت باعجب من هذا قال وما هو قال جامعني زوجي فولدت منه وجامعت جاريتي فولدت فولدت منه فضرب الشريح احدى يديه على الاخرى متعجبا ثم جاء الى امير المؤمنين فقال يا امير المؤمنين لقد ورد علي شيء ما سمعت باعجب منه ثم قص عليه قصة المرأة فسألها امير المؤمنين عن ذلك فقالت وكما ذكر صحيح شريح اللي يقول صحيح فقال لها ومن زوجك قالت فلان فبعث اليه فدعاه فقال اتعرف هذه قال نعم هي زوجتي فسأله عما قالت فقال هو كذلك بل انا اجتمعت بها فولدت مني واجتمعت مع جاري ماذا فولدت منه فقال يا قنبر الرواية بها بعض المقاطع ما رد اقراها فقال يا قنبر خوف هاي الآن هسائية ذكر له انفها مش نسوي فقال يا قنبر ادخلها بيتا مع امرأة فقال علي علي بدينار الخصي اللي هو لا يخاف منه ولا يخاف عليه فدي بدينار الخصي وكان من صالح اهل الكوفة وكان يثق به فقال له يا دينار ادخلها بيتا وعرها من ثيابها ومرها ان تشد مئزرا وعد اضلاعها محل الشاهد مولا ففعل دينار ذلك وكانت اضلاعها تسعة في اليمين وثمانية في اليساء تبين ذكر له انفة ها شنو ذكر لانه الذكر اوقذ منه ظلع من اضلاعه المسكين الان ناقص الخلق الذكار ولهذا عندنا بعض الروايات ان شاء الله بعد ذلك سيأتي ان الامام الصادق يقول اتنسبون العجزة الى الله ما بالكم شنو الله يريد يخلقها اللي اخذ من الذكر فالشيء هو يخلقها كما خلق الذكر يخلقها حين روايات المعارضة بعد ذلك سيأتي قال ومرها قال ادخلها ومرها فلان قال تسعة في اليمين وثمانية في اليسار فالبسها ثياب الرجال والقلنس والنعلين والقي عليه الرداء والحقه بالرجال فقال زوجها يا امير المؤمنين ابنة عمي قد ولدت مني تلحقها بالرجال فقال اني حكمت عليها بحكم الله محل شاهدي هاي الجملة عزيزي ان الله تبارك وتعالى خلق حواء من ظلع من ظلع ادم الايسر الاقصى واضلاع الرجال تنقص واضلاع النساء جنوه تماما ولهذا ان شاء الله بعد ذلك سيأتي بحث وهو انه روايات في كتاب معتبر وسند شنوه معتبر والعلوم الطبيعية والطبية تقول ليس بصحيح ايهما الحجة ايه كلام المعصوم حجة لو كلام الطب حجة شنو اعوذ بالله كافر مرتد امام ده يقول هالشكل الطب يقول هالشكل ات تأخذ بقول للطب اعوذ بالله ولا تستغرب مولانا جملة من اعلام السابقين والمعاصرين يقولون تقدموا الرواية على الحلوم الطبيعية لا تستغرب معاصرين اعلام معاصرين يقلدوهم والناس يشكلون على ابن باز اللي يقول الارض ثابتة مو متحركة مولانا لو هم تدوهم هذه الان ساضرب لكم امثلة من علماء الشيع الاكابر المعاصرين ولكن لانهما الطالعون لا تعلموا هاي الرواية مولانا صحيحة معتبرهم متى اشتركوا في القناة موسيقى